السلام عليكم الله يسعد أوقاتكم بعالم لينوكس مثل ما أغلبنا يعرف أنه في عندي عدد كبير ولا متناهي من التوزيعات يمكن في 200, 300, 400 أو يمكن 500 توزيع طيب هاي التوزيعات هل كلها مختلفة عن بعض؟ أكيد لا بس الفكرة الأساسية أنه تعدد التوزيعات بعالم لينوكس كان ولا يزال هو نقطة الاختلاف الأكبر والأهم بين جميع المستخدمين سواء كانوا مبتدئين جداد متقدمين ناس تستخدم لينوكس من بداياته فلحد الآن هاي نقطة الاختلاف اللي ما لها حل فبعض الناس بتقلك أنه وجود التوزيعات هو شي جيد لأنه بيعطي المستخدم حرية والخيار أنه يختار اللي بيناسبه والبعض الثاني بيقول لك لا أنه وجود التوزيعات أو وجود خيارات بيضيع الناس وخاصة الناس اللي جداد اللي هلأ جاي لعالم لينوكس واللي وقت اللي بيروح لحتى ينصب توزيع جديدة أو ينصب أول توزيع إله بينصدم بهذا العدد اللام وتناهي وما بيعرف من وين بده يبدأ طيب خلينا نشوف شو الاختلاف بين توزيعه وتانية وليش أنا ممكن أني فضل توزيعه على غيرها طبعا النقطة الأولى والأهم بالاختلاف بين التوزيعات هي الشكل العام والمظهر الخارجي للتوزيع طيب فمعناها نشوف أنه مثلا عندي أبونتو بتستخدم اللون البرتقالي بشكل أو حاليا صارت تستخدم اللون البنفسجي ورح ترجع للبرتقالي بس هذا الشيء يعني الطابع المميز أو هي هوية أبونتو نشوف أنه مانجارو مثلا بتستخدم اللون الأخضر في دورة اللون الأزرق طيب بس هذا الكلام هل بيخليني أني أقول أنه أنا بدي يروح مع أبونتو أبونتو لأني بحب اللون البرتقالي أكيد لا لأنه أنا ببساطة ممكن أني روح دور على ثيم لونها برتقالي ونزلها على فيدورة نفس الكلام بينطبئ على الواجهة الرسومية لأنه بأيامنا الحالية يعني أنا ممكن أن أي واجهة رسومية تثبتها على أي توزيعة وهذا الكلام ما له خاص أو ما له حصري بأبونتو أو ديبيان أو مانجارو أو أرج فكمان يعني موضوع الواجهة الرسومية أنه أنا بيختار توزيعة بدل غيرها لأنه هاي توزيعة بتستخدم جنوم توزيعة تانية بتستخدم كي دي إي وأنا من جماعة جنوم فبروح مع أبونتو أو فيدورة فكمان هذا الكلام ما بيعمل أي فرق النقطة الثانية اللي ممكن الناس تفكر فيها هي دعم الهاردوير فبيقلك أنه أنا بيستخدم زورين مثلا لأنها بتدعم هاردوير قديم عمر عشر سنين وما بيستخدم أبونتو لأنها ما رح تشتغل أو ما رح تدعم الهاردوير اللي عندي طب هل هذا الكلام صح؟ أكيد لا لأنه زورين مبنية على أبونتو فدعم الهاردوير هو نفسه بين الاتنين بس نرجع للنقطة اللي حكيناها بالبداية أنه زورين وهذا الكلام حكيته وقت اللي عمنا مراجعة على زورين أنه زورين بتقولك أنه أنا بشغل هاردوير قديم بس وضحت هاي الموقع أنه الدعم هو التوزيعة كتوزيعة خفيفة لأنها بتستهلك رام أقل ولكن ما رح ترجع الحياة لجهازك لأنه معالجك قديم فمعناها أنت صح ما رح تستهلك رامات بس ما في عندك إمكانية أنك تشغل برامج تطلب معالج قوي أو أنه يكون في عندك تشغل فيديوهات 4K مثلا طيب هذا الكلام معناه أنه أنا إذا رحت ونصبت واجهة خفيفة على أوبونتو فمعناها رح تشتغل أوبونتو رح تشتغل على جهازي اللي عمره 10 أو 15 سنة فموضوع دعم الهاردوير كمان ما بيشكل أي اختلاف بين توزيعة وتوزيعة ثانية توزيعة أم وتوزيعة أم أو توزيعة مشتقة وتوزيعة أم النقطة الثالثة اللي بتميز أو اللي بتشكل الاختلاف الكبير والجوهري بين التوزيعة الأم والتوزيعة المشتقة هي الدعم الفني وتوافر المنتديات والمجتمعات اللي بتحكي أو بتحل مشاكل هاي التوزيعة فإذا أجينا لتوزيعة مشتقة ونوعا ما هاي التوزيعة كل اللي عملته أنه أخذ التوزيعة الأساسية وبس مغيرين الثيم اللي عليها وضيفين شوية برامج فبأغلب الحالات ما رح قول 90 أو 99% خلينا نروح مع 50% من الحالات رح تلاقي أنه هاي التوزيعة ما في إلها منتديات بالأساس وعلى موقعها هاد إذا كان في لهي التوزيعة موقع ما رح تلاقي غير أنه كانت بيلك توزيعة مجانية نظام تشغيل مجاني وشوية صور وسكرينشات للتوزيعة فمعناها أنت إذا واجهتك أي مشكلة مع هاي التوزيعة المشتقة فأنت لحتى تحلها رح تكون مضطر أنك تروح للويكي أو للمنتديات الخاصة بالتوزيعة الأم فهذا الشي ما بيبرر أني أستخدم التوزيعة المشتقة ليش لأنه المظهر تبعها عجبني منيشي كمان لنقطة اللي هي بتنسل اختلاف بين التوزيعات بشكل كامل ألا وهي مدير التطبيقات أو الطريقة اللي بيستخدمها لحتى نزل الحزم اللي بديها هون رح نلاقي اختلاف بين الارتش مثلا والديبيان واحد بيستخدم الباكمان وواحد بيستخدم الابت فبهي الحالة صح أنا لازم أني حدد أنه بمشي مع فريق اارتش ومشتقاتها ولا بمشي مع فريق ديبيان ومشتقاتها بس وقت اللي بيجي لارتش ومشتقاتها فكافة المشتقات رح تستخدم مدير التطبيقات باكمان فكمان يعني كما في داعي أني قول أنه أنا بستخدم مانجارو هلا رح احكي على مانجارو بالتحديد لأنه بتستخدم اارتش لأنه بتستخدم باكمان وتنصيب مانجارو أسهل من تنصيب اارتش باعتبار أنه الاثنين بيستخدموا نفس مدير التطبيقات فما في أي اختلاف خلينا نجي لهذه النقطة وموضوع مانجارو بالتحديد وكمان هذا الكلام ينطبع على أبونتو مانجارو مبنية على أارتش وابونتو مبنية على ديبيان ولكن الاثنين صح بيستخدموا نفس الباكيج مانجر الخاص بكل توزيع أم لكن الاثنين مثلا بحالة مانجارو فهي بتخلي البرامج عندها لفترة من الزمن بعد صدورها على مستودعات أارتش قبل ما تصدرها على مستودعاتها الخاصة فهذا الشيء معناه أنه مانجارو ما عادت رولينج ريليس هي لساها رولينج ريليس بس ما بتمشي بنفس السرعة اللي بتمشي فيها أارتش نفس الكلام ينطبع على أبونتو فأبونتو بالعكس هي بتمشي أسرع من ديبيان فديبيان في عندها عدة مستودعات في عندها المستودعات المستقرة المستقرة والتيستينج اللي هي اللي بتم عليها عمليات الاختبارات قبل إصدارها لنسخة الستيبل فأبونتو بتستخدم التستينج ما بتستخدم الستيبل فبهذا الشكل صار فيني يقول مثلا أنه مانجارو بالنسبة لي شخصيا هذا الكلام مو بضرورة يكون صح ما عادت توزيع مشتقة صارت توزيع أم أبونتو نفس الكلام صارت توزيع أم وبالنسبة لأبونتو هذا الكلام لسا أصح من حالة مانجارو لأن كل التوزيعات يعني عندي ما يزيد عن السبعين أو ثمانين توزيع اللي مبنيين على أبونتو هل فيني يقول أنه هاي التوزيعات مبنية على ديبيان بتوقع أنه لا مثل ما حكيت هذا الكلام شخصي ممكن بعض الناس ما توافقني الرأي طيب هلا منيجي معناها بالنهاية لحتى نوصل للزبدة أنه هل وجود التوزيعات أمر ضار؟ أكيد لا لأنه بالنسبة لواحد لسا جديد في عالم لينوكس أنا ما بحب أن أستخدم كلمة مبتدئ لأنه يعني ممكن أنه الشخص يحس أنه عمالك تقلل من مستوى أو من قيمته لا خلينا نمشي مع كلمة جديدة بالنسبة لشخص جديد فأنت روح شوف التوزيع اللي بتناسبك أو أول واحدة بتخطر على بالك بدون ما تفكر إذا هي مشتقبة لأم نزلها وبعدين متى ما تصار في عندك شوية خبرة ممكن أنك تفوت بالأمور التقنية وتبلج تقول أنه هاي بتناسبني هاي ما بتناسبني فوجود التوزيعات والخيارات بالنسبة لشخص جديد أمر لا بأس فيه أما أنا شخصيا ليش ما باستخدام أي توزيع مشتقة لأنه أنا هذا الكلام حكيته بأحد المرات أنه أنا بحب أنه يكون فيه عندي تحكم كامل بكافة البرامج والعناصر ومكونات نظامي فأنا إذا رحت ونزلت توزيع مشتقة رح يكون فيه عندي إعدادات ومظهر وبرامج مسبتة اللي مطور هاي التوزيعات ثبتها وبالنسبة له هي المناسبة بس أنا ما بتناسبني فرح رح رح شيل كافة البرامج اللي جاي مع هاي التوزيعات شيل كافة الكونفيريشن والإعدادات ونزل البرامج اللي أنا بستخدمها والكونفيريشن الخاصة فيي والمظهر اللي أنا بستخدمه بشكل يومي فبهي الحالة أنا أول شي ضيعت وقت لحتى نزل التوزيعات ونزلها وأرجع أحزف كل شي ما بيهمني وضع وقت المطور اللي هو يعني عمل شي وفكر أنه ممكن يناسب أغلب الناس وبيكتشف إذا صار في تواصل مثلا أنه أنا ما ناسبتني فليش لحتى يكون في عني ضياعة وقت مرتين مرة من جهتي ومرة من جهة المطور وقت اللي أنا ممكن أني أعمل كل الشغلات بالشكل اللي أنا بديها بس مثل ما حكيت وبرجع بعيدها مرة تانية أنه هذا الرأي رأي شخصي ومو بالضرورة أنه كافة الناس توافقني أنت بتحس حالك مرتاح مع توزيع مشتقة استخدم توزيع مشتقة ما في أي مشاكل بس أنت بتحب أنه يكون في عندك تحكم كامل بنظامك وتبنيه بالشكل اللي أنت بتحبه فروح مع توزيع أم ويفضل أنه يكون توزيع مينمال لحتى تبنيها من الصفر يعني أنت بس بتنزل المكونات اللي بدك إياها والبرامج اللي بدك إياها وما لك مضطر أنك ترشح تحزف كل الأشياء اللي إيجيت معها وهيكو نكون وصلنا لنهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب لا تنسوا تتركوا لي آراءكم وتعليقاتكم بالتعليقات لا تنسوا مشاركة المحتوى بالنسبة لغير المشتركين مثل هذا يعني الاشتراك ما بيكلف أي شيء طبعا الوضع الكلام راجع لكم إذا عجبكم المحتوى ممكن تشتركوا بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله